نفس الاستوانة المشروحة اللي بقولها كل يوم يعمل لايك وشير وكومنت للفيديو واسمع الكلام مرة واحدة في حياتك تعبير النهاردة تعبير قوي جدا اسمه faire peur à quelqu'un faire peur يعني يخوف يعني يسبب الخوف شيء يسبب الخوف يعني مثلا انا بخاف من الكلاب المتوحشة او السعران دي فانا الكلب ده بيخوفني ده faire peur لية بخاف من الضلمة الضلمة دي faire peur لية وهكذا تعال تعال نشوف الشرح الفرنسي بيقول 6 expressions signifié افخيي يعني ارعاب انتميدي تخويف إن اقترعي بشخص او إن اقترخواف شخص ة ту informações فئر وففر يختلف عن فئر 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 يسبب بي الخوف Avoir peur خائف تعالى ناخد الشرح بالتفصيل Dans avoir peur le sujet qui éprouve la peur est toujours un être animé يعني avoir peur الشخص الفاعل في القم دائماً بيكون كأن حي أو كأن متحرك تمام أما dans faire peur l'action porte sur une personne différente du sujet يعني هنا الحدث بيكون على شخص تاني مختلف عن الفاعل يعني دلواتي أنا خائف يبقى جي peur طيب الكلب بيخاوفني يبقى le chien fait peur à moi بيعمل خوفلي بيخاوفني إذن avoir peur بيكون الشخص اللي خائف ده كأن حي كأن متحرك من المقدار شعون مثلا إن الحيط خائفة أما faire peur الفاعل هو شخص آخر غير اللي خائف الفاعل اللي بيخاوف هو شخص آخر غير الشخص اللي خائف نفسه لسجيه le sujet peut donc être une personne un animal أو une chose concrète أو abstraite يعني الفاعل هنا الشخص اللي بيخوف ده مش لازم يكون شخص ممكن يكون حيوان ممكن يكون شيء صلب ممكن يكون شيء مجرد شيء كده غير ملموس تمام تعال نشوف المثال انا بعشا قد تزحلق على الجليد لكن التلفريك بيخوفني طبعا التلفريك هنا جمع بس مش عارف اجمع تلفريك بالعربي تلفريكات مثلا بيخوفوني مفون بار مفون بار تمامي شابب يالله با تنبيل زايل فول يديني الله كزايل فول